موسيقى نجدد التحايا لكل نظام لمتابعة صباح الشروق ونبتدر هذه الساعة بأهم الأحداث وأهم الأخبار لليوم مرحبا بك مصطفى إبيض الله مرحبا بك تيسير وصباح الخير عليك وصباح الخير علي كل المشاهدين العزاء إذن هذا هو موجز لأهم وآخر الأنباء ضمن صباح الشروق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا موجز لأهم وآخر الأنباء ضمن صباح الشروق توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح المرهان صباح اليوم إلى مدينة بحر دار الإثيوبية للمشاركة في منتدى تانا حول السلم والأمن في إفريقيا والذي ينعقد يوميا الرابع عشر والخامس عشر من أكتوبر الجاري بمشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعدد من الرؤساء الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي وسيعقد المنتدى حلقات نقاشية حول حالة السلم والأمن في إفريقيا والثقافة كمحرك مستدام للسلام والتنمية الفكرية وتجدر الإشارة إلى أن البرهان يخاطب في هذه الأثناء الجلسة الرسمية للمنتدى بمدينة بحر دار الإثيوبية نجحت الوساطة الجنوب السودانية في إطلاق سراح تسعة من الأسرى السودانيين المحتجزين لدى الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبدالعزيز الحلو ولدى وصولهم مطار الخرطم مساء أمس أعرب ممثل الأسرى عثمان الإمام البشرى عن شكره للحكومة السودانية ممثلة لرئيس مجلس السيادة ونائبه وسفارة السودان بالجبة وحكومة جمهورية جنوب السودان على جهودهم من أجل إطلاق سراحهم والتي تكللت بالنجاح بوصولهم لأرض الوطن قال عضو المجلس السيادي الهادي إدريس إن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب الدعاء لله والتضرع إليه للخروج من الأزمة السياسية التي يشهدها السودان مبينا قدرة الشعب على تجاوزها قريبا عبر الحوار والتوافق جاء ذلك لدى مخاطبته احتفالا دينيا بمنطقة أمبدة بمناسبة المولد النبوي الشريف وكشف الهادي عن قرب التوصل لاتفاق وتسوية سياسية تنهي حالة الجمود التي تسيطر على المشهد السياسي تمكنت شرطة مكافحة التهريبي بولاية النيل الأبيض من ضبط خمسين كرتونة من الخمور المستوردة وتسعة عشر كرتونة من الأدوية المنقذة للحياة غير مسجلة ومهربة على متن بوكس دابول كا في منطقة جبل أبو جرود بوحدة جود الإدارية بمحلية الجبلين وأشاد والي النيل الأبيض بهذه الجهود التي من شأنها حماية الشريط الحدودي بين السودان ودولة جنوب السودان وتعمل على الحد من الآثار السلبية للتهريب والتي تؤثر بصورة كبيرة على أمن الولاية والاقتصاد القومي تعهد حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادئ برعاية كافة الخطط والمشروعات الداعمة لعجلة التنمية بالإقليم مؤكدا أن مشروعات التنمية تعزز مسيرة السلام والاستقرار في ظل جهودهم المتصلة لمزيد من التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية المختلفة جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه برئيس مجلس السلام وناظر عموم قبائل الإقليم المكى الفاتح يوسف المكحس عدلان وبحضور وفد من المكتب التنفيذي لجمعية أيال المستقبل التي قدمت لحاكم الإقليم حزمة من المشروعات التقنية التي تمكن إقليم النيل الأزرق من الاطلاع بدوره في المرحلة القادمة الشناء والي كسلاء المكلف الأستاذ خوجلي عبدالله بداية حصاد محصول السمسن بمحلية ريف ود الحليو في مساحة بلغت 800 ألف فدان من جملة المساحة الكلية لمختلف المحاصيل الزراعية والبالقة مليوني وخمسمائة ألف فدان بإنتاجية متوقعة ثلاثة ملايين جوال السمسن الأخير في هذه النشرة الموجزة بدأ الوصول الفعلي لمحصول السمسن لموسم هذا العام لأسواق القضارف الفرعية ومن المتوقع في الأيام القادمة أن يتوالى وصول المزيد من كميات السمسن للأسواق وعد البعض وصول المحصول الجديد من السمسن في هذا التوقيت للأسواق بشارة خير بإنتاجية عالية وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الذي وصل للأسواق حتى الآن من جنوب وشرق القضارف بمحليتي باسندة والفشكة إذن مشاهدين العزاء انتهى هذا الموجز ضمن صباح الشروك وهذه عودة للزميلة تيسير لمواصلة فقرات صباح الشروك أهلا تيسير شكرا مصطفى